وقبل ما نبدأ حلقة النهاردة بدعوكم للاشتراك في قنوات الاتنين اول قناة اسمها روايات ايمان النهاردة نزل فيها قصة كاملة حلوة جدا قناة روايات ايمان مخصصة للأفلام الكاملة وقناتي التانية اسمها قصص حب بقدم فيها قصص رومانسية من اللي انتو بتحبوها كل اللي هيروح يشترك في القناتين دول يكتب لي تم في التعليقات والرواية القادمة اوعدكم ان هيكون البطل والبطلة بالأسماء اللي انتو حبينها زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت وفعلا في الرواية اللي فاتت اخترت اسم زينة كان من الكمنتات اللي انتو كتبتوها يلا بينا الكل يشترك في القناتين ويفعل زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل حلقة جديدة وهستنى كلمة تم هنا وتم في القنوات التانية وعلى طول تكتبوا لي الأسماء علشان نختار منها وياريت تشيروا القصص في كل مكان وكل يكتب تم علشان اختار الأسماء يلا بينا ان نبدأ حلقة النهاردة دي ما وهي يا نايمة فجأة بتادي تحس ان في حاجة بتجاعة جامد جدا اول ما فاقت لقيت التعبان قرصها في رجلها ورجلها بتادي تنزف دم دي ما اللحظة التادي تحس ان هيغم عليها ما كانتش حسب نفسها تماما أما فاة كان نايم وما كانش حاسس بأي حاجة لكن دي ما طلعت الكلام من بقها بالعافية لانها كان التعبانة جدا وفضلت تقول يا فهد فهد الحقني الحقني يا فهد انا خايفة من التعبان التعبان قرصني يا فهد قوم فهد يا فهد الحقني يا فهد وفضلت تعايت من كتر الألم أما فهد أول ما فتح عينه حس النديمة محتاجة وقام بسرعة وشاف التعبان وفضل يدوس عليه برجله علشان يموته لغاية ما موته تماما بس فهد ما كانش ااخد باله من الدم اللي فرج ليها اهد يا ديمة اهد خلاص انا قتلت التعبان ما تقلقيش معلش معلش يا حبيبتي التعبان ده مش سام ما تخفيش او بس بيقرص والقرصة بتوجع قوي الحمد لله يا رب الحمد لله انو مقرصكيش ومجاش جنبك خلاص بقى انت بتعيطي ليه خايفة عالتعبان ولا ايه يا ديمة أما ديمة ردت عليه وقاليت له ايوة قرصني قرصني يا فهد الرجلي عملت خر دم اوه انا خايفة قوي خايفة يجرى لي حاجة ادى شكله بشع وكان بيقرب مني وكنت خايفة منه قوي وبدلت نزع عليك وانت كنت نايم مش حاسس بي خالص الحان الحان يا فهد انا حسة ان خلاص حسة ان هيهم علي اما فهد وط على رجليها وفضل يمص السم من رجليها لكن ديمة فضلت تصرخ من كتر القلم كانت حسة انها تعبانة جدا وكان هيهم عليها لكن فهد شالها وكان زعلان وحزين عليها قوي لكن ديمة ما كانتش حسة بنفسها وابتدت تحس انها انها في حالم تاني وانها خلاص هيهم عليها وقتروح في غيبوبة لكن فهد كان شايلها واخذها في حضنه وكان عمال يبص عليها وهو حزين جدا ومش عارف يعملها ايه مش عارف يتصرف ازاي لكن مع الاسف فجأة ديمة غمضة تانيها فهد ما كانش عارف ايه اللي حصل لها بالزبط كان عمال يبص لها بكل صدمة وهم في صحرة ما فيش ولا مية ولا فيه اي دكتور يقدر ينقذهم وهو مسكها ابتدا يحس ان جسمها مولع نار سخنت جدا من قرصة التعبان فهد ما كانش عارف يعمل ايه لكنه اول مرة في حياته ينزل دموعه وطلع يجري زي المجنون ما كانش عارف يعمل ايه بس حاول يدور في كل مكان على مية لكنه هو بيجري بجري في الصحرة كتير جدا لغاية ما الحمد لله لقى حنا فيها بعيدة جدا وعمالة نزل مية اول ما روح هناك ولقى جردل جنبها فرح جدا انه عارف يجيب مية علشان يعمل كمدات لدينا وعلشان تفوق وتصحاله تاني كان مبسوط قوي لدرجة انه كان عمال يبص للمية بكل فرحة وبكل سعادة اما نوح لامه سيد اللي اول ما صحيت من النوم قررت انها تعمل خطة حلوة جدا ماشي اصبري علي يا ام ديما انا بقى هخليك تصحي من احلها نوم نايمالي على ظهرك اصبري علي اما طفشتك من البيت ده وبنتك المعدولة اللي اسمها ديما اللي الله اعلم مرمية مع مين دلوقتي اما خلتها تغور من وشي واشيلها من دماغ ابني خالص ما بقاش هنا قالوا ايوة يا بيت يا سعدية عاملة ايه وامك عاملة ايه الحمد لله بقولك يا بيت يا سعدية عايزك تسيب الجمل بمحامل وتجيب شنطة هدومك وتجيلي ايوة تاني تاني وتالت كمان انا مش هسكت ومش هيهدالي بال إلا ما جوزك السيد يلا تعاليلي اما موسيد راحت عند مامي الديما وجابت كيس مليان مية وخرمته وفضلت ترش على وشها مية ايه ده في ايه في ايه يا موسيد ايه المية دي اوه السقف بينقط ولا ايه ايه ده هو ايه كيس اللي في ايدك ده انت عاوزة مني ايه عايزة تخلقيني وتموتيني بالمية اخصى عليك يا موسيد ليه بس بتعملي فيا كده هو كده هو انت جيالي وعيشة معايا علشان تفضلي نيمة على ظهرك امي امي فز من مكانك العمارة كلها محتاجة تنظيف والسل متوسخ من مبارح يلا يا حلوة يلا بدل ما اغرقك بالمية دي كلها قومي وقبل ما تقومي تمسحي كل المية اللي وقعت على السرير وعى الارض وتغيري الميليات وبعد ما تخلصي شغل العمارة كلها وتمسحي السلم تيجيلي بقى علشان تبتدي تعمل الغداء لحسن انا بصحة منهم هفتانة اما مامي الزيمة من يعمل لها كم مدان لكن مع الاسس اول مراحل ديما ملاقاش ديما موجودة مكانها فهد تجند وفيدل يقول ايه دا ديما ديما رحت فين دي كان التعبانة هي يعني مستحيل تقدر تتحرك وتمشي من مكانها انا خايف عليها قوي معقول يكون حد خطفها ولا حد عمل فيها حاجة انا مش عارف مش عارف بس هتكون فين انتي فين يا ديما اما فهد كان عمال يجري في الصحرة زي المجنون وكان عمال ينادي على ديما بأعلى صوت لكن ديما ما كانتش بترد عليه فهد اللحظة ابتدى يحس انه مفتقدها جدا وابتدى يحس انه ما شافهاش بقالها سنين يا ديما يا ديما انت فين انت سمعاني فهد تعب من كتر الجري لانه ملاقهاش قعد على ركبه في الارض وفيدل يعيض من كل قلبي فدلي عيط عليها وهو مش قادر يصدق ان ممكن في يوم من الايام ما يشوفهاش قدامه لانه ابتدى يحس انها خلاص هما الاتنين روح واحدة اما مامة سيد كانت مستنية سعدية وسعدية جات لها وجابت شنطة هضمها علشان تسمع كلام خالتها اللي يمكن تحاول تكنع سيده ان يتجوزها ازيك يا خالتي انا جيت اهو مش انتي قلتلي هتشنطتك وتعالي قوليلي خير ده نسايب امي محتاسة في البيت وبتنظف شقق العمرة كلها الوحدها المفروض انا اللي كنت بساعدها خير يا خالتي يا ربي يكون سيد قلبه حن علي ولا حاجة ولا انتي حننتي قلبه لا يا موكوسة قلبه مش هيحن غير لما انتي تكوني موجودة هنا معايا في البيت قوليلي يا بيت انتي بتحب سيد ولا لا ومستعدة تعملي كل حاجة وتعملي المستحيلة علشان يتجوزك ولا لا قولي ردت سعدية وقالت ايوة يا خالتي وانتي يعني مش عارفة اني بحبه من زمان وانه احنا صغيرين ولا ايه ايوة طبعا بحبه ونفسه تجوزه بس انا عملت المستحيل علشان يعبرني شايلني من دماغه خالص وحطت في دماغه الزفتة اللي اسمها ديمة علشان قال يعني شعراها اصفر انا عارفة شايفها على ايه الموكوسة دي بس اعمل ايه انا تعبت اخلتي هقولك يا بيت هقولك تعملي ايه انا في دماغي حتة خطة هنخلي الموكوسة الموديمة تغور من البيت على طول اقعد يا بيت وانا فهمك بس يا سعدية انا في دماغي خطة حلوة قوي بقولك ايه انا عايزك تنزلي الصيدلية اللي تحت وتجيبلي منوم عارفة المنوم اللي الناس بياخدوه علشان يناموا افتحي ودنك يا بيت وركزي معي ما توقش غبية زي يومك بعد ما نجيب المنوم هنحطه للواد سيد لما يرجع من الشغل بالليل هنحطه له في العصير وبعد ما يشربه انا عايزك تروح يتنامي جنبه عالصيري فهماني يا موكوسة وبعد ما يصحى من النوم هيفتكر انه عمل حاجة غلط وانا هصوت وهلم عليه الناس واقول له ابدا شرف بنت اختي ولازم تتجوزها اما سعدية فرحت قوي بالكلام والخطة اللي قالت خالتها وقالت لها يا لهوي يا خالتي ده انت دماغك ايه سم انا موافقة الخطة حلوة قوي انت حرفة ده ولا بتوعي الافلال ولا بتوعي السيمة كمان ده انا مبسوطة قوي وساعتها هيتجوزني على طول اما دماغك دي يا خالتي ايه جبارة يلا انا هنزل السيدرية وهروح اجيب المنوم علشان نحطه له في العصير ويننفذ الخطة زي ما اتفقنا بالزبط يا رب يا رب نفذ الخطة على خير وتجوز سيد وعيش معاكي هنا في نفس البيت مامي دي ما كانت واقفة وراء الباب وكانت سمع كل حاجة وفضلت تقول بينها وبين نفسها يا لهوي عليك يا بنت يا سعدية انت وخالتك الموقوسة حايزين تحطه للود منوم ده ممكن يتوب بساكت فيها ويموت ما يقومش وكل ده علشان ما تجوزش ابنك اللي دي ما بنتي اخصى عليك يا موساي بس انا هعمل ايه دلوقتي اروح اقول له بس لو عرفت هتطردني من البيت اعمل ايه اما فهد كان تعب جدا من قطر المشي والجري في كل مكان في الصحر وبرده ما كانش يلاقي دي ما تماما اما فجأة وهو ماشي ما كانش يتوقع اللي شافه قدامه تماما فهد اول ما شاف دي ما استغرب جدا وتفاجئ انت ايه اللي جابك هنا ومين اللي سمحلك انك تاخد دي ما من مكانها او عتفتكر انك هتقدر علينا ولا هتقدر تاخد مني دي ما لا انت بتحلم سيبها وملكش دعوة بيها ولو شفتك بتلمسها تاني هموتك فاهم يعني ايه دي ما دي اغلى حاجة في حياتي ومحدش ليه دعوة بيها عايز تقذي يبقى تقذين انا لكن دي ما لا الملسم اول ما لقى فهد بيقرب عليه رفع المسدس على دي ما وقال ارجع الورا هتقرب علي كمان وكمان هفجر المسدس ده في دماغها وهخلصك منها تماما يلا تعالوا معايا انتو اللي اتنين بهدوء وإلا انت حر لو انت مستغني عنها يبقى خلاص عافر واعمل اللي انت عايزه ساعتها هقتلها وهدوس على الزنات فورا يلا امشوا معايا انتو اللي اتنين علشان نتكلم مع بعض علشان انا عارف ان عنيك بتسأل اسئلة كتير قوي وانا مستعدة جاوب فهد الحمد لله ان انا شفتك انا كنت حسة ان خلاص مش اشوفك تاني كنت تعبانة ومرمية في الارض وبصت ما لقيتكش انت سبتاني ورحت فين بسي افهد الجيل ملسم ده وقومني وربطني وما كنتش هارفة اعمل ايه وفضلت اصرخ بأعلى صوت كنت خايفة قوي وانت مش جانبي انت عارف ان انا ما بحسش بالامان غير وانت معايا اقول يا فهد كنت فين طول الفترة دي رد عليها فهد وقال يا حبيبتي انت كنت تعبانة جدا علشان التعبان قرصك وبعد ما قرصك اغم عليك لاني لقيتك سخنة اوي وحاولت ادور على اي مكان يكون فيه مية والحمد لله لقيت المية وكنت جايبها وجايلك علشان اعمل لك كمدات لكن مع الاسف اتصدمت اول مرجعت مكاننا لقيت التعبان ميت في الارض وانت مش موجودة جنبه كنت حاسس اني هتجنن ما كنتش عارف اتصرف ازاي اه قلتلي طيب فهد هو في ايه ممكن تقولي والعصابة دول عاوزين منك ايه يعني بيكرهوك قوي كل الكره ده ليه وعايزين ينتقموا منك بالطريقة البشعة دي ومعقول قدروا يوصلوا لنا في السحرة تب عارفوا طريق نص داي مش عارفة حاسة ان فيه حاجة غلط وحاسة ان فيه لغز من موضوع اما مامي الديمة كانت محتارة مش عارفة تعمل ايه يطرى تقول لسيد ولا يطرى تسكت علشان لو قالت لسيد مامتو هتلميها في الشارع اعمل ايه بس يا ربي تلو هأتي مش عارفة تصرف ازاي اقوله وانبهه اصلا ممكن ياخد المنوم ده ويجراله حاجة ولا اسكت فجأة وهي بتتكلم دخل سيد كان لسه راجع من الشغل وبيتطمن عليها زي كل يوم زي عدته اهلا ازايك يا ام ديمة قوليلي اخبار صحتك ايه والعلاجة نجد تقولك هاو جاهز معي علشان تخديه وان شاء الله تخفي وتقوملنا بألف سلامة لازم تزبطي السكر اللي عندك ده علشان ما يجيلكيش لقدر الله يبوبة سكر وقوليلي والدتي عاملة معاك ايه يا ربي ما تكونش بتضيق انا بصراحة مقلق منها وبكون في الشغل وخايف وقلقان عليك جدا ردت عليه وقالت له لا يا حبيبي هي ما بتعملش حاجة دي كويسة معايا قوي وانا كويسة وقال في شكرة على العلاج اللي انت جبته لي ده انا كنت حسن نتعبانة لكن جبتلي العلاج ربنا يصلح حالك هاخده دلوقتي يا حبيبي وهكون زي الفل طمني انت على شغلك انا تمام يا امي والله والحمد لله المهم انت تكوني بخير يلا عن اذنك انا هطلع شوف سكان العمرة يمكن محتاجين حاجة عن اذنك يا امي سيد جاي يخرج من القطة مامي ديما وقفته وقالت له استنى عنك استنى يا ابني انا عايزة اقولك على حاجة حياتك في خطر وممكن يحصل لك مصيبة النهاردة انا لازم انبهك بقى واجري على الله مش هينفع اسم اما فهد قال لديما هاقولك يا ستي انا الشركة بتاعتي كانت فيه شركة تانية منافسة لها الشركة دي كانوا بيكرهونا جدا لاننا كنا مكتسحين السوق ومن بعد ما اخدت البطاعة بتاعتهم لانهم كانوا مفكرين انهم هيغزوا بالبطاعة دي السوق بس كان فيه مزاد وانا اللي كسبت المزاد واخدت كمان البطاعة وشركتي كبرت جدا اما هم افلسوا ومن ساعتها وهم مش طيقيني وبيحاولوا يعملوا المستحيل علشان ينتقنوا مني يعني موضوع بيزنس طيب امه ليه الملسم ده بحس انه بيكلمك بصفة شخصية كاني فيه بينك وبينه طار وعايز ينتقن منك مش عارفة ليه انا مش مرتحله حاسة كده انه بيكرهك انا كمان مش مرتحله حاسس اني فيه حاجة فيه حاجة عايز ينتقن مني فيها اكيد عملت عملتها بدون قصد مش حالف هتجنن من كتر التفكير يا طار عايز ينتقن مني علشان موضوع الشركة بس ولا يا طار ايه السبب بس انا لازم افهم ايه اللي هيحصل لازم وما تخفيش انا في دماغي خطة كويسة جدا وهنقدر نهرب من المكان دهنا وانت ما تقلقش يا ديمة طول ما انا معاكي انت في امان حتى لو حابوا يقتلوا اي حد فينا هاختار انهم يقتلوني وانت لأ يا ديمة ما تقلقش والله شرفت يا فهد باشا انا كنت مستنى اليوم ده بفارغ الصبر ومن زمان قوي يا ديمة حلمت باليوم ده بس كنت بصراحة بحلم انك تكون موجود هنا بس لوحدك بس انك تكون موجود هنا ومعاك اكتر انسانة بتحبها في حياتك يا سلام وانتقن منها كمان قصاد عينك ده ده اسعد يوم في حياتي النهارده حاسس اني تولدت من جديد لانه هاخد بطاري وهاخد حقي منك اللي خدته مني زمانه او اتفتكر اني هسيبك يا فهد فهد درغام قلد اعدائي فهد قام وقال له خير هو انت عايز مني ايه بالضبط انا حاسس اني فيه طار بيني وبينك وانا معرفش عنه حاجة حاسس انك عايز تنتقم مني المسألة شخصية انا اصلا معرفكش وقلع الكنع كده ووريني نفسك ويمكنه عرفك وبعدين تعالى نتكلم راجل لراجل وقلتلك مليون مرة ملكش دعوة بديمة ديمة خطة احمر عايز تنتقم مني انتقم مني انا لكن ديمة لا ملهاش دم وملهاش دعوة انها تتقذي بسببي انا اي نعم بحبها جدا وهي كمان بتحبني بس هي ملهاش دعوة بمشاكلي اما مامة ديمة قالت لسيد بص يا سيد ام بارح وانا معدية من ورا الباب بتاع والدتك سمعتها وهي بتكلم سعادية وبيقولوا انهم هيحطوا لك منوم في العصير وسعادية نام جنبك وبعدين يصحوا من النوم يفضلوا يصوتوا ويقولوا لك انك لازم تكتب عليها وتتجوزها علشان حصلت الكارثة معقول معقول امي تفكر بالاسلوب ده وعايزة تنتقم مني هي ما تعرفش ان ممكن المنوم ده يقزي ويدر اي حاجة في جسمي وممكن اموت لو تحط بجرعة غير مناسبة ومن غير طبيب ياه ليه كل الكره ده وليه كل الاسوى دي وامي عارفة كويس قوي ان انا بحب ديمة وعايزة تدوزها وعمري في حياتي ما هبصت لسعادية لانها زي اختي انا هعرف اوريها وهروح اتخنق معها دلوقتي حالا وسعادية دي حسابها معايا لا يا حبيبي لا اوعى تروح بص احنا لازم نمشي لهم كلامهم زي ما كانوا بيقولوا بالسعب بس اول ما يدوك العصير قبه وعمل نفسك انك شربته وقفشهم متلبسين الصبح اول ما يجوا ينيموا جنبك ساعتيا ايوة استنصح كده وخليك زاكي بس مهما كان برضو دي امك ووعى تخسارها يا سيد امك ونعمة الام بس هي عقلها على قدها حبتين يلا يا حبيبي اجري على قطك دلوقتي وفعلا سعدية اخدت العصير اللي حصين في المنوم وخبطت على الباب ودخلت على طول علشان تقدم العصير لسيد اما سيد كان غطبان جدا وكان عايز ينمي العصير في الشهن لكنه مسك اعصابه بالعافية ازيك يا سيد عامل ايه انا جبتلك العصير ده انا عاملهولك بايدي اللي اتنين برطقان وانا اللي عصراب ايدي اللي اتنين دول علشان تعرف انا بعزك قد ايه انا عارفة انك جاي من الشغل تعبان علشان كده جريت جريت على المطبخ وعملتلك العصير اشرب يا سيد اه بجد انا متشكر جدا لك يا سعدية ما قول تعبت نفسك ودخلت المطبخ وعملتلي العصير ده علشاني انا بجد متشكر فعلا النهاردة الجو حر جدا وتعبت قوي في الشغل علشان كده فعلا كنت محتاج لكباية العصير دي بجد ألف شكر سعدية عايز اقولك على حاجة انك طلع حلوة قوي النهاردة بجد طلع زي الامر سيب العصير هنا وروح انتي انا هاشربه قبل منام سعدية كانت طايرة من السعادة اما سيد كان غطبان ومتدايق منها جدا سيد مسك العصير وفيدل يقول ماشي اصبري علي يا سعدية انت هومي انا هعرف فاستطرف معاكو كويس قوي اكوب بس العصير ده فين ايوة هكوبه في البسكت بتاع الزبالة علشان اول ما يجو الصبح يلقوني نايم كأني اخذ العصير بالمنوم هيا بتي يا سعدية قولي لي عملت ايه اوه يا بتي تكوني موقوسة زي كل مرة ومعرفتش تديله العصير بتي الموضوع ده لازم يتم لو ما تمش تبقي هابلة وزنبك على جنبك وخليه خليه روح يتجوز ديما ردت سعدية وقالت لأ يا خالتي انا طلعت وديته العصير وشربه كمان وانا كمان دخلت عليه بالرحة وهو نايم شفت الكباية بتاعت العصير جنبه عكم ودينه فاضية ما تقلقيش الموضوع ده هيتم يعني هيتم انا السيد وسيد لي وديما في داهية مناش دعوة بيها ردت امه سيد وقالت جادع يا بتي يا سعدية برافو عليك يلا انا عايزك دلوقتي حالا تطلعي فوقع السرير وتنامي جنبه علشان ما يحسش بأي حاجة واول ما نسح من النوم هاجري على القضة بسرعة واصرخ بأعلى صوت وسمع الجران كمان علشان يكتب الكتاب اما عند فهد وديما الملسم قال لفهد انا عارف كويس قوي انه جواك اسئلة كتير وعايزني اجاوبك عليها جه الوقت اللي لازم اقلع فيه القناع وتشوف انا مين وتشوف قد ايه انت قزتني في حياتي حاضر يا فهد باشا هقلع القناع دلوقتي حالا وهعرفك بنفسي علشان تعرف كويس قوي انا اكون مين وعايز اقتلك ومضغز منك بالشكل ده سي حاتم اخويا معقول بعد كل السنين دي كلها اه وانت لسه عايش ازاي ازاي لسه عايش لغاية دلوقتي ده انا امي قالتلي انك موت من زمان ياه انا مش متخيل اني شايفك قصاد عيني دلوقتي انت حقيقي انت حقيقي انت حقيقي ولسه عايش ايه يعني انا لسه لسه ليه اخ وليه عيلة يعني مش مقطوع من شجرة ازاي اه ليك اخ ومش مقطوع من شجرة ولا حاجة اخوك اللي انت بعته من زمان اول ما امي ضحكت عليك وقالتلك ان انا موت صدقت على طول وانستني واخدت كل ورسي امي اللي كانت بتكرهني وما كانتش بتحب حد في الدنيا غيرك انت من اول ما ابتديت احس ان انتو اللي اتنين بتكرهوني بالطريقة دي سبت البيت ومشيت لكن امي انا عارف انها ضحكت عليك وقالتلك ان انا ميت لكن انا مش ميت ولا حاجة انا لسه عايش واشتغلت من السفر لغاية ما بقيت بيزنس مان كبير جدا وعلى فكرة الشركة اللي دايما بتنفسك في شغلك هي شركتي يا معقول انا مش مصدق نفسي انا حاسس ان انا بحلم بس انا مبسوط قوي بجد مش متخيل ان انت تكون عايش عايش لغاية دلوقتي وليه اخ يا احنا كمان كنا توقم انا مش مصدق نفسي عارف انا مبسوط قوي ايام كتير قوي كنت بحلم بيك بحلم ان انت لسه عايش وبتكلمني وبكلمت بس ما كنتش متخيل ان هي دي الحقيقة تاب ليه بس امي عملت كده وليه فرقتنا عن بعض انا مش مصدق نفسي انت وحاشتيني قوي فهدى قرب علشان يبوس اخوه وحاشتيني قوي حاتم لكن فجأة حاتم تعصب جدا وزقه بازم ما فيه عرفت بقى ليه انا اختفيت من حياتكو تماما وعرفت لي انا عايز انتقم منك وبكرهك ها فاكر ان انت ليك اخ وعزوة والكلام الفاضي ده لا انا موجود في الحياة دي علشان انتقم منك وعلشان اقتلك بمعنى اصح بكرهك ومش طيقك فهمت ليه من كتر اسوة امي علي كرهتك انت كمان وبتمنى اليوم اللي تموت فيه بس خد بالك هتموت على ايدي على طول امي كانت بتحبك انت وكانت بتكرهني ليه مش هارف هموت وعرف السبب مع اننا احنا الاتنين توقم كنا في بطن واحدة بس من ساعة ما شفت كل الكره في عينك وفي عين امي خلاص ابتدى كل الكره ده يدخل جوايا وبعد ما امي ماتت رحت لها الطرب وقلت لها ان انا عمري ما هسمحها واني هنتقم منك ومن ساعتها وبقى هو ده هدفي اني انتقم منك وادور عليك في كل مكان لغاية ما لقيتك وفرحت قوي قوي ما لقيتك مش لاني شفت اخويا التوقم بعد السنين دي كلها لأ كنت فرحان فرحان لاني هاخد بطاري تاني بعد ما ترميت في الشارع من ايد امي وانا اللي بنيت نفسي واخويا التوقم بيتنغنغ في العز اما سعدية كانت دخلة قودة سيد وكانت بتتسحب واحدة واحدة علشان تدخل وتعمل الخطة اللي اتفقوا عليها وفعلا نعمت جنبه على السرير وكانت فرحانة قوي وكانت معتقدة ان سيد نايم لكن هو ما كانش نايم كان غطبان جدا وما كانش طايق السرير اللي هو نايم عليه علشان هي جنبه ومستني انها تروح في النوم علشان جات في دماغه وحتة خطة حلوة جدا قرر انه ينفذها وفعلا اول ما سعدية نامت ابتدى سيد يسكت تماما علشان ما تحسش بأي حاجة وابتدى واحدة واحدة يشيل البطنية من عليه علشان سعدية ما تحسش بأي حاجة وفعلا نجح انه يقوم من جنبها من غير ما هي تحس بحاجة تماما وكان مغطيها وحطت جنبها مخد علشان لما تحط ايديها تفتكر ان سيد هو اللي نايم مكانه ما تحركش اما سيد بعد ما امكان بيبص لها بكل خطب وكان حاسس انه عايز يضربها لكن سبها ومشي وكان ناوي انه هو كمان هيعمل فيهم خطة وهيطلع كل اللي عملوه فيه هيطلعوا عليهم اما تاني يوم سعدية صحيت من النوم وكانت في كمة سعدتها كانت مستانية ان خلتها تدخل للقودة علشان ينفذوا الخطة اللي هم متفقين عليها لكن اول ما مصت جنبها سعدية نطت من على السرير بكل خوف ايه ده يا لاوي هو السيد راح فين دخلت لو عرفت انه قام من جنبي هتقتلني بس يا طرح راح فين ده انا متأكدة انه كان نايم وغرقان في النوم يا خرابي يعني هو دلوقتي عارف ان انا نايمة جنبه طب ويا طرح هيكون فين بالزبط لا انا لازم اروحي صحي خالتي وتتصرف دي لو عرفت ان الخطة فشلت هتقتلني وهتطلع روحي سعدية راحت القودة عن دخلتها علشان تنقذها ويعرفوا يتصرفوا في المشكلة اللي حصلت اول ما دخلت القودة فضلت تصحيها وتقول يا خلتي يا خلتي اومي اومي شوفي المصيبة اللي وقعت على دماغنا انا مش هارفة اعمل ايه مش هارفة ابنك سيد اختفى من جنبي وراح فين ده فاص ملح وداب اومي يا خلتي اومي انت نايمة كده اومي شوفي المصيبة يا نهاري كسود ومنيل هو دا يا بتي يا سعدية اللي اتفقنا عليه طفشت الود معرفش ياختي راح فين يخرب بت سنينك يعني الخطة باض ده انت وقعتك سودة وبعدين ده هو صحي من جنبك يعني دلوقتي عرف كل حاجة بس يا طرح هيكون راح فين الود انا ما شفتهش طول النهار ده نصحت وأكلت الفرخ والبطل على السطح وانزلت نمت وما شفتهوش يا لهوي اومي لهايكون فين معرفش يا خلتي ده من مبارح شكله ما نمشي جنبي وحاطت مخدة يبقى اكيد عارف عارف ان احنا عاملين خطة طب هنعمل ايه دلوقتي ده دلوقتي تلاقينا ولنا علانية سودة اومي لو عارف بقى ان احنا كنا حطله منوم في العصير هيعمل فينا ايه ده مش بعيد يقتلنا بقولك ايه انت اللي اتفقت انك تعملي الخطة دي انا مليش دعوة هتخلي سيد ذكراني بصي ووقت ما يعرف انا هقوله انت السبب اه انا مش هكذب انا مليش دعوة كده يا سعدية كده يا بيت بعد ده كله وانا عامل الخطة دي علشانك تتهميني ان انا اللي عملت الخطة الوحدي اخصى عليك اخصى طب ازباري علي لما شفه بس المعدول ده راح فين وشوف انا هعمل فيك ايه بس معقول هيكونت في الشمال بيت يكون راح فين انا هنا يا امي انا نايم جنبك من امبارح حلوة او الخطة دي يا سعدية جميلة الخطة دي يا امي بجد متشكل اني نايم في بيتي وبأمان ما كنتش هتخيل ان امي اكتر واحدة بتخططلي علشان تقزيني انتي وسعدية بنت خلتي ياه انا بعد كده هبقى نايم ومخون كاني نايم في الشرع بالزبط ليه يا امي ليه بتعملي فيا كده وليه ما بتحترميش قراراتي قلتلك مليون مرة انا ما بحبش سعدية سعدية دي تبقى زي اختي ليه مش عايزة تفهمي الكلام ده وانت يا سعدية ينفع يعني تتجوزي واحد هو اصلا ما بيحبكيش يا ستي فريدي تجوزنا هعيش معاك ازاي وانا بفكر في واحدة تانية اه لا يا حبيبي ما تزعلش والنبي ما كنت اقصد ده انا بحبك ده انت نور عيون هو انا يا حبيبي لي في الدنيا غيرة بس انا علشان بحبك قوي وبحب البيت سعدية وبني وبينك ما بقبلش البيت الصفرة اللي اسمها دي ما دي علشان كده نفسي تتجوزها ونفسي اشوف عيالك وعيالها هو انت ليه غير بنت خلتك وبنت خلتك ملهاش حد في الدنيا غيرة بص يا حبيبي انا نفسي تتجوزه بصراحة بأي تمن رد سيد بعصبية وقال لا يا امي انا مش هتجوز سعدية انا بحب ديما وهتجوزها وهفضل ادور عليها لغاية ملاقيها واول ملاقيها هتجوزها على طول لكن سعدية زي اختي ومش هتجوزها لو عملت المستحيل وانا بعد كده هسيب البيت وهمشي ومش هقعد معاكي في نفس البيت ده لان انا قاهد معاكي ومش في امان عن اذنك يا امي الا اقول لي بقى يا فهد انا مش فهمة اي حاجة حسنة متل اغبطة هو ازاي اخوك التوقم وازاي انت كنت بتقول ان باباك فقير ومات وهو فقير اما ليه هو عمال يقولك انت اخدت كل المراس انا مش فهمة حاجة هو باباك كان غني يعني وكان ساب لكم مراس قبل ما يموت ولا ايه انا مستغربة جدا ومستغربة ان هو عملك بالطريقة الوحشة دي ما تزعلش يا فهد رد عليها فهد وقال لا يا ستي مش ابويا مش انا قلتلك امي كانت شغالة عند راجل راجل غني جدا وحبها واتجوزها لان هو ما كانش عنده اولاد هو بقى يا ستي فاكر ان المراس ده من حقه زي ما هو من حقي مع انه ما يعرفش حاجة عن الراجل ده وما عاشش معاه اول ما وصل لعشرين سنة امي قراشته من البيت والسبب غامض جدا في مرة لقيتهم بيتخنقوا مع بعض ودخلت عليهم بالقوضة وفضيت الخناقة ولما سألتهم بتتخنقوا ليه وايه اللي حصل ماما قالتلي مش هينفع يا ابني افضل عايش معنا والمصلحتك انت انت احسن منه بكتير يا فهد قالتلي الكلمة دي وتاني يوم على طول اتوفت معرفش ايه اللي حصل ودورت عليه كتير كتير في كل مكان وما كنتش لقيه ياه طب تفتكر والدتك قالت الكلمة دي ليه وبعدها على طول اتوفت طب هو ليه فاكر انه ليه حق في الورث ده مع ان الراجل ده انت اللي عشت معاه وحبك انت علشان كده ساب لك كل الميراس ده غريب حاتم ده قوي بجد مستغرباه وبصراحة اتفجئت جدا لما زقك انا اتضايقت وكنت عايزة بصراحة تخنق معاه بس افتكرت انه اخوك واكيد هيزعلك فهد انت طيب قوي بس احنا لازم نفكر نمشي من هنا ازداد عايز يأزيك الرد عليها فهد وقال عندك حق يا ديما هو مؤذي جدا وانا شايف الشر في عينه مش عارف ليه بس اكيد مع الوقت هفهم هو ليه بيكرهني كل الكره ده مع اني عمري ما حسيت ان امي بتفرق في المعاملة بيني وبينه ابدا بص يا ديما الباب اللي هناك ده انا شايف كده ان احنا نقدر نفتحه يعني كدت شايف بنسة في شعرك ممكن اشيل البنسة دي وحاول افتح بيها الباب ونزوق المفتاح ولو المفتاح تزق هنقدر نجيبه من تحت عقب الباب وبعدين هنفتح الباب على طول ونخرب من هنا عايزك تركزي معايا يا ديما كويس جدا وما تخفيش عايزك بس تكوني جنبي علشان ما فيش اي حاجة تقزيكي يلا تعالي نروح بسرعة علشان نفتح الباب ونهرب بسرعة وفعلا فهد اخد البنسة من شعر ديما وابتدى يفتح الباب بالراحة واحدة واحدة لغاية ما وقع المفتاح في الارض خلاص يا ديما خلاصة هو الحمد لله بيفتح يلا نمشي موسيقى 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 ايه ده امي امي لسه عايشة انا مش فهم حاجة انت حقيقية انا بجد مش مصدق نفسي مش مصدق اني شفتك تاني ايه يعني يعني انت ما متيش يعني انت لسه عايشة لغاية دلوقتي يا امي بعد كل السنين دي طب كنتي فان وانت بجد حقيقية ولسه عايشة اوه يا حبيبي انا لسه عايشة يا فهد وحشتني اوي يا نور عيون امك كنت بتمنى اليوم اللي هشوفك فيه وضمك في حضن ما تخافش يا فهد يا حبيبي انا لسه عايشة لسه ما موتش يا حبيبي تعال تعال في حضن يا حبيب قلبي وحشني حضنك اوي يا فهد موسيقى الحمد لله احمدك يا رب ها ان انا ما بقتش الواحدة مش الواحدة في الدنيا دي لي يا ام وطلع ان لي يا اخ لسه عايش بس مع الاسف بيكرهني وبيتمنى لي الموت وبيجري وراي علشان يقتلني المهم المهم انت يا امي كنت فين وكنت مختفية طول السنين دي فين وليه ما شفتنيش ما وحشتكيش وحشتني وحشتني اوي يا حبيبي انا اسفة انا اسفة علشان كنت بهيد انا جيت في الوقت المناسب اول ما عرفت ان انت واخوك بينكم خلاف كبير مش هيخلص غرب الدم انا يا حبيبي كنت في السعودية وكنت عايشة هناك مع الاسف وانت محبوسة اهل الراجل اللي انا كنت متجوزاه اللي انت اخدت الورث بتاعه هو كان كاتبهو لك يا حبيبي انا عارفك بس اهلو يا سيدي كانوا فاكرين ان انا اللي سرقت الفلوس ولفقولي قضية وحبسوني وكل دا كنت في السجن وكنت بتمنى اليوم اللي اشوفك فيه انت وابني انت وابني التاني اللي عمرو ما سأل عني اللي كان دايما بيقول انت بتكرهيني يا امي مع اني عمري ما كرهته يا دنايق عمري يا حبيبي يا فهد انا لما صدقت خرقت ابن السجن ياه كنت في السجن يا امي لا اله الا الله انا قاسف انا قاسف يا امي ما كنتش اعرف انا كنت فاكر انك انك ميتة ما كنتش اتخيل ابدا انك لسا عايشة خلاص احنا لازم ننسى كل اللي فات هعوضك كل السنين اللي فاتت لازم عوضك عليها لازم يا حبيبتي يا امي انا اسعد رجل في الدنيا الا اقول لي يا فهد يا حبيبي مين البنت اللي هناك الشقرة الامورة دي تكون تكونش خاطبتك ولا حاجة اول ما مامة فهد قالت الكلام ده على ديما ديما وشها حمر وكسفت جدا بص لها فهد وقال تعال يا ديما تعالي سلمي على امي ديما راحت علشان تسلم على مامة فهد وقال لها احب عرفت بديما ديما دي اغلى حاجة عندي في حياتي ديما هي اللي عوضتني حنانك يا امي ديما دي الانسانة الوحيدة اللي كانت في دهري واللي وقفت جنبي وما سبتنيش فعز ما كان اخويا كان عايز يقتلني وبيدور علي علشان ينتقم مني هي اللي وقفت معايا وتخيالي كمان كان خطفها معايا علشان كان عايز يقتلها علشان يقزيني فيها علشان هو عارف قد انا بحبها هي دي البنت اللي بحبها يا امي ومش عايز اي حاجة في الدنيا غيرها غير ان يتجوزها هو ده حلمي في الدنيا كلها بس هيكون اجمل حلم وانت كمان موجودة فيه يا امي اما ديما راحت بيت مامتها علشان تنادي عليها يا ماما يا ماما انت فين انا ديما ايه ده هو ماما فين شكلها مش موجودة في البيت انا هروح اسألوا ممو حسين ولا اي حد من الجيران هتجنن واشوفها اما ديما بعد ما سألت الجيران قالوا لها على مكان مامتها انها عند مامت سيد عايشة معيها ديما اول ما دخلت سيد اول ما شافها اتصدم وفرح جدا ايه ده ديما ديما انت هنا انا بجد شايفك ولا انا بحلم انا مش مصدق نفسي مش مصدق اني شايفك قدام هيني انا انا سألت عليك في كل مكان يا ديما سألت عليك في كل حتة كان نفسه شوفك وكان نفسه رجعك لولدتك دي هتتجنن عليك انا بجد مش مصدق اني رجعت شفتك تاني ردت عليه ديما وقالت له اه يا سيد انا موجودة اهو وكويسة والحمد لله هحكي لك يا سيدي ايه اللي حصل معايا بس قبل ما حكي لك وقبل ما اعمل اي حاجة هو فين امي وحشتني اوي بقالي كتير اوي ما شفتهاش نفسي حضنها ونفسي تحضنني جدا علشان خطر يا سيد طلعني ليها وحشتيني يا سيد الكل سرحانة في مين اكيد سرحانة في في ديما حبيبة قلبك صح انا هوي ام ديما رجعت وحشتيني يا ماما قوي وحشتيني يا حبيبتي يا ديما اخيرا شفتك يا حبيبة ماما انا مش مصدقة نفسي مش مصدقة عناي اللي اتنين انت واقفة قصاد عيوني انت انت بشحمك ولحمك مش متصدقة مش مصدقة عبدا اني شفتك تاني ده انا كنت فقط الامل وقلت خلاص ديما راحت مني ومش هرجع اشوفها تاني احمدك يا رب الف حمد وشكري لك يا رب على دخلة رمضان رجعتيلي يا حبيبتي وهلت البركة والسعادة ربت ديما وقالت ايوا يا حبيبتي كل سنة وانت طيبة بكرة رمضان بجد وحشتيني قوي وحبيت اول يوم رمضان لازم نقضيه مع بعض يلا يا حبيبتي يلا علشان نروح على بيتنا وهحكيلك حاجات كتير قوي نفسي حكيهلك من زمان ما تقلقيش يا امي هعوضك عن كل حاجة فاتتك وهعوضك عن غيابي وبصراحة كده عايزك تروحي معي البيت ضروري جدا علشان يعني فيه موضوع كده عايز اكلمك فيه علشان فهد بيه عايز يجي يتقدملي سيد اول ما سمع الكلام ده من ديما اتصدم وزهل جدا ونروح لفهد ومامته فهد اول ما روح البيت قال لها هيا ست الكل نورتي بيتي وبعد كده بقى بيتك كل ده بيتك وتحت رجليك يا امي انا والبيت انا مبسوط قوي انك ان حلت علينا البركة وانك موجودة معانا هنا وهنقضي رمضان كلنا مع بعض كل سنة وانت طيبة يا ست الكل ودايما ربنا يديمك نعمة في قراصي وبعدين يا امي عايزك بقى تيجي معايا المام الديمة علشان تخطبيهالي ونتجوز بسرعة ردت مامته وقالتله وانت طيب يا حبيب قلبي بص يا حبيبي انا طبعا موافقة على الجوازة البنت زي الامر وربنا يا ربي يكمل لكم على خير بس قبل ما روح اتقدم لازم اروح مشوار صغير واخلص واصف في كل اللي فات وعدة علشان النفوس تتراضى يا حبيبي وعلشان نعيش حياة سعيدة لازم رمضان ده ربنا يكرمنا كلنا ونقضي كله مع بعض ده شهر الخير والبرقة ونرجع لديمة ومامتها بعد ما روحوا بيتهم اللي قوليلي بقى يا ديمة من فهد بي اللي بتقولي عليه ده وماله سيد يا بنتي ده انا بحبه قوي ده هو اللي وقف جنبي تقول ما انت مش موجودة وكان بيدور عليك بصراحة يا ديمة انا مش عايزالك غيره هو هو السيد وبس شاب تول بعرض واسيم وابن حلال وبيعرف يجيب الجنيه كويس وكسيب لازم تتجوزي يا ديمة ده ندته كلمة ردت ديمة وقالت يا ماما سيد مين بس يا ماما فهد ده حاجة تانية خالص فهد ده حب عمري انا عمري ما كنت اتخيل اني احب شخص بالشكل ده وبعدين بالنسبة للفلوس فهد عنده فلوس كتير قوي بس انا بقى ولا هممني الفلوس ولا هممني اي حاجة غيره هو غير اني حبيت الشخص ده وهو كمان حبيني قوي ماما انا مش طالبة منك غير انك توافق توافق اننا نتجوز وهو كان شارط علي بعد ما نتجوز انتي ومامته هتعيشوا معانا في نفس البيت فجأة بعد فهد ما غير يدومه واخدت شاور بتاعه نازل للصالون لقى مامته جاية وجايب اخوه معاه ما كانش متخيل انه يشوفه قدامه وتعصب جدا اول ما شافه قال انت ايه اللي جابك هنا يا بني ادم هو انت ما عندكش دم بقى طول للفترة دي بتجري ورايا وعايز تئزيني وعايز تقتلني عايز تقتل اخوك وعايز كمان تقتل حبيبته علشان خاطر ايه انا خلاص انا ما عندش عايز اشوف خلقتك تاني بس على فكرة انا ما بكرهكش زي ما انت ما بتكرهني لانك مهما كنت اخويا اخويا اللي كنا في بطنه واحدة مع بعض ايه ده بس ايه ده بس يا فهد والله يا ابني كان سوء تفاهم هو كان فاهم الدنيا غلط وانا لما رحت وشرحت له وفاهمته فاهم كل حاجة وقال لي انه لازم يجي علشان يستسمحك يا حبيبي ويبص راسك انتو اللي اتنين ملكوش غير بعض والله يا ابني سوء تفاهم هو كان فاكر ان انا بحبك انت وكنت بكره وهو علشان كده هو مشي من البيت لكن لا ده انتو اللي اتنين ولادي ومقدرش ابدا نستغنى عنكم انتو اللي اتنين هو انا ليه يا غيركم انا انا اسف يا فهد هو فعلا زي ما امي بتقول هو مجرد سوء تفاهم انا كنت كل ده ما حوش لك كره في قلبي وكنت متخيل ان انت اللي خلت امي تحبك اكتر مني وانت اللي خلت امي تسيبني امشي برا البيت علشان كده سيبت البيت ومشيت ما كنتش اتخيل ان انت ما كنتش تعرف اي حاجة وانك كنت بتدور علي وان امي برضو ملهاش زند الشيطان وكان بيوسوسلي ارجوك يا فهد ارجوك سامحني وتعالى نفتح صفحة جديدة ارجوك يا فهد ارجوك يا فهد